موسيقى إذا كنت عم تبحث عن عمل سواء أنت في بداية مسارك الوظيفي أو حتى وصلت لا تكون مستشار لجميع هذه الفئات هناك فرص بالملطقة الوطني الأردني الكويتي للتوظيف لنعرف المزيد كيف نقدر نتوجه لنا كيف نستفيد رح يكون معنا الدكتور محمود العقائلة المستشار العمالي للأردن في دولة الكويت صباح الخير دكتور محمود أهلا وسهلا فيك صباح الخير أهلا وسهلا فيك دكتور محمود بالتفصيلك تحكي لنا شوي عن المؤتمر بسم الله الرحمن الرحيم في البداية دعيني أتوجه بجزيل الشكر والتقدير والإحترام للقناة الوطني قناة رؤية التي دائما وأبدا وعودتنا أن تكون مراعية ومتابعة إلى أخبار الوطن في كافة المجالات أعود إلى هذا الملطقة هو الأول من نوعه على الصعيد المملكي في العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى هو ملتقى التوظيف الأردني لكويت الأول الذي تم الإعداد له بكل عناية وتركيز برعاية سعادة السفير الأردني في دولة الكويت الشقيق منذ ثمن أشهر أو يزيد عن ذلك طبعا هذا الملتقى يقام بدعم مباشر من قبل الصفار الأردني في دولة الكويت وبالتنصيق والتعاون المباشر مع وزارتي العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية عفوا وزارة الخارجية وشؤون المقتربين في المملكة الأردنية الهاشمية طبعا نظرا لتميز العلاقات ما بين الدولتين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت الشقيقة التقطنا هذه الميزة التي الآن في أحسن أحوالها في هذا المجال ونظرا لتميز الكفاءات الأردنية المحببة والمرغوب بها بالعمل داخل دولة الكويت تم الإعداد لهذا الملتقى أهم أهداف هذا الملتقى يأتي في توفير أفضل فرص العمل المتاحة إلى كافة المستويات للباحثين على العمل من قبل الأخوة الأردنيين والأردنيات هناك حسب ما ذكرته أنه أكثر من ألفين فرصة عمل شاغر موجود وثلاثة وأربعين شركة مشاركين بهذا الملتقى أحب أعرف شو القطاعات الموجودة يستي هو زي ما تفضلت ثلاثة وأربعين شركة منهم ثلاث جهات حكومية رسمية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية الهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة لذوي الاحتجاجات الخاصة أو الإعاقم طبعا الفرص العمل ولحسن الحظ هي متاحة إلى كافة المستويات بدءا من الاستشاريين الأطباء في مختلف التخصصات بدون أن أذكرها على التفصيل بالإضافة إلى حقل التمريض للإناث والذكور أضف إلى ذلك إلى المهندسين الفنيين في كافة التخصصات سواء كانت الكهربائيين الميكانيكيين الهندس المدنية والمعمارية بالإضافة إلى تخصصات الحاسوب ومجالات البرمجي في كافة تخصصاتها إلى الفنيين اللي هم متوسطي يعني المهن فنيين البود السيارات الميكانيك الكهربائيين السواقين خصائيات تجميل مطلوب عنا مطلوب عنا مدرسين ومدرسات في كافة التخصصات خبراء في مجال الموارد البشرية خبراء في الاقتصاد مطلوب مثل هذه التخصصات يعني لا أخف عليك نتكلم عن 2150 تخصص أو فرصة عمل في المطاعم والفنادق مقدمي وجبات طعام في الإيواء بمجال الفنادق فبالتالي هي فرصة من هذا المنبر الخير أدعو كافة الأخوان والأخوات الأردنيين بالتوجه إلى هذا الملتقى حاملين معهم اللي هم طبعا السيفي والصور عن شهاداتهم العلمي والعمري للتقدم وإجراء المقابلات مباشرة واعتمادهم بطريقة مباشرة حتى نخفف على الإخوة من الشركات الكويتية والباحثين على العمل يعني هذا إشي بميز صراحة الملتقى أنه يكون الموضوع سريع يعني ما فيش أنه انتظار أنه أدى مولسة لي لا أنتوا لعب يكون الموضوع أسرع بالضبط هل هناك تشابه بين سوق العمل الكويتي وسوق العمل الأردني وين أوجه التشابه؟ يعني هو شفي سوق العمل يعني شبيه جدا بسوق العمل الأردني من حيث طبيعة التخصصات من حيث طبيعة الأعمال التي يقوم بها الأخوان الأردنيين في جميع الكفاءات المميز بصراحة للأردنيين وهي نسمحها دائما من أخواننا الكويتيين أصحاب العمل على القطاعين أو على صعيد القطاعين للعام والخاص أن الكفاءات الأردنيين مميزة في كافة المجالات يعني سواء كان بالعداد والتقاليد أضف إلى ذلك الخبر المتميزي لدى الأردنيين والاستمراري بالعمل لديهم زي ما تفضلت أختي العزيزي هو المميز أن هذه المقابلات تجرى مباشرة للباحثين على العمل واعتمادهم مباشرة من قبل إدارات الشركة المميز بهذا الملتقى بما أنه عرص وطني يعني نفتخر به لما تم الإعداد له المشاركة المجانية لكافة الشركات نحن لا نأخذ يعني مقابل هذه الخدمات لا من الشركات الإكويتية ولا من الباحثين على العمل فهي مجانية بمعنى الكلمي يعني أود أنا هنا يعني بصراحة أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى الأخوة الداعمين لهذا الملتقى عنا عضو مجلس الجالي الأردني بلكويت الأستاذ نبيل عبدالله وعنا شركة أنظمة مستقبل التكنولوجية بلكويت وشركة الديار لأظمة التكنولوجيا والمقاولات الدعاء أو الرعاء الداعمين الرئيسي لهذا الملتقى وهم طبعا أبنانا وشبابنا ونشامنا ونشامنا الأردنيين من الأخوة برضو الكويتين اللي كانوا داعمين بهذا الملتقى نعم هو الملتقى الأول وزي ما حضرتك عم تذكر أنه هم الشباب الأردنيين بالكويت اللي قاموا بالمبادرة نفسها والعمل للتنظيم المؤتمر وإن شاء الله بيكون مؤتمر ملتقى ثاني وثالث ورعوية إن شاء الله نأمل بذلك هلأ اللي عم بسمعونا من التخصصات المختلفة اللي ذكرتها بس عليهم يتوجهوا لمدينة الحسين للشباب هل هناك في دليل معين يأخذهم يعرفوا وين يروحوا لأي شركة يتوجهوا كده يكون شكل الملتقى يا ست زملائنا وأخوان العزاء في وزارة العمل قاموا بهذه التحذيرات وعملنا فرق تطوعي لإعطاء المزيد من الإشارات والإضاحات للأخواء الباحثين على العمل بحيث يتم توجيه كل باحث عمل إلى القطاع المعني في هذا المجال يعني لدينا قطاعات طبية هندسية آي تي قطاع المطاعم والفناتق فكل حسب تخصصه يتم توجيهه إلى المكان المخصص لهذا الموضوع فإحنا يعني عاملين هذه الترتبات ونأمل يعني خاصة للتخصصات الطبية والهندسية أنه التوجه لأنه بصراحة يعني الرواتب مغرية في هذا المجال أضف إلى ذلك أنه يعني أجواء الكويت يعني كثير تشابه فيها بينه بين الأردن والهي الأقرب يعني من حيث الطبيعة الجغرافية وحتى الطبيعة يعني خنقول العادات والتقاليد مع الأردن صحيح يعني إحنا عم نحكي عن أكتر من ألفين فرصة يعني هذا نقدر نحكي لبنة أو لبنة إن شاء الله لبنة أساسية بتخصيف مستوى البطالة يعني ألفين وظيفة لألفين شاب أو صبية رح يكونوا موجودين إن شاء الله بالكويت وبهالسرعة اللي عم تحكيها فهذا إيش يميز ولكن بعد انتهاء هذا الملتقى إن شاء الله إيش خططكم يعني بعد هيك إن شاء الله أكيد رح يكون يعني بإذن الله يكون في ملتقتين وثلاثة ولكن من أجل تطبيق الأهداف من أجل ما هدول اللي أخذوهم يعني للوظائف كيف بدوا يصير التعامل بعديها الاتصالات بالشركات كيف رح إيش الخطة يستي إحنا طبعا عندنا إحنا مجلس جاري منتخب في دولة الكويت يعني مجلس جاري أردن بامتياز ولديه لجنة توظيف خاصة في هذا المجال فنحن نتعاون معهم سواء بالإعداد وإثناء إقامة هذا الملتقى زي ما تفضلت أنا يبدأ عمالنا الفعلي والرئيسي ما بعد عمال الملتقى حتى يكون عندنا النتائج الإيجابية إن شاء الله وتطبيق الأهداف يعني وسيكون هناك متابعة حديثة من قبل الصفارة الأردنية في دولة الكويت بالتعاون مع إخواننا في الجاري الأردني وزمنائنا في وزارة العمل للمتابعة ومعرفة ما هي الأرقام الحقيقية الفعلية التي تم تعيينها في هذه الشركات وبالتالي سيتم التواصل مع زمنائنا في وزارة العمل بحيث سنقول الأعداد الخمسين أو السبعين شخص اللي تم اختيارهم لشركة سين أوسات سيتم متابعتهم مع الوزارة والاتصالات مع هؤلاء الأشخاص ومن ثم القيام بالإجراءات القانونية اللي هو الحصول على تصريح العمل والإقامة والفيز والتأشيرات المطلوبة من الصفارة لكوتي في عمال فراح يكون في عنا متابعة حديثة حول هذا الموضوع بحيث أن نثبت للقريب والبعيد أنه نحن حريصون وأن هذه الفرص المتاحة هي حقيقية على أرض الواقع لأن أنا بدي أنوه لشغلي واحدين يعني رجل الأعمال أو صاحب الشركة الكوتي من منطق بالأمور أنه ما رح يدفع بدل بالمواخذي للتيم اللي باعته ثلاث أو أربع أو خمس أشخاص يقاموا بتذاكد صفروا بدل وبدل وبدل من شان يجي بالمواخذي يقضي له أربع أو خمس أيام في الأردن وما يرجع في جعبته من الكفاءات المطلوبة فكانت بصراحة رسالة واضحة وخاصة في غطاء الطبي يعني كانوا يقولوا إننا طبعاً هم بتعامل مع دول كثيرة يعني بدون ذلك الأسماها فهم يعني رغبة في التوجه إلى الكفاءات الأردنية التي تم تجربها سابقاً في هذا المجال يتمنون على الإخوان الأردنية الباحثين على العمل أن يكونوا يعني خنقول يعني مندفعين بالحقيقة إلى التوجه إلى هذه الفرص حتى يعودوا بجعبة من الفرص العمل الحقيقي وبالتالي نؤسس ونجذر لملتقيات أخرى سواء على صعيد دولة الكويت أو على صعيد الدول المجلس التعاون الخليج إن شاء الله ممكن كثير ناس يحذوا أحدكم ونحن دائماً فخورين جداً بالكوادر الأردنية دائماً يتميز الموظف الأردني أو الإنسان الأردني صحيح لساء ورجالاً بتفانيهم بالعمل قدرتهم على التواصل العالية ألمامهم باللغة نعم وهما متفانين لهذا السبب هم رأس ما للأردن الحقيقي هم الكوادر الأردنية فمنشكركم على هذه التوجهات أنه أتحتوا هذه الفرصة ونتمنى أنه اللي عم بسمعونا إذا بدكم تقدروا تتوجهوا للملتقى الوطني الأردني الكويتي للتوظيف راح يكون بمدينة الحسين للشباب اعتباراً من يوم السبت خمستاش ستاش وسبعتاش نيسان لمدة ثلاث أيام نشكر وجودك معنا دكتور محمود العقايلة المستشار العمالي للأردن بالكويت أهلا وسهلا فيك الله يعطيك ألف عائف وجهود مباركة ونتمنى إن شاء الله مزيد من هذه الملتقيات على كافة الصعود ومع معظم الدول العربية إن شاء الله أهلا وسهلا فيك الله يعطيك ألف عائف شكرا أهلا وسهلا نشكر متابعتكم اشتركوا بالقناة حتى تشوفوا منا كل شي جديد شكرا شكرا